اشتركوا في القناة هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يابن الكعبة فلما رتفع البناء شقه على إبراهيم عليه السلام تناول الحجارة فأتى بالمقام ووقف عليه فكان إبراهيم عليه السلام يقوم على المقام وابنه إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مش كده وبس مقام إبراهيم أيضا هو المقام الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فمقام إبراهيم كان وسيلة لإتمام البيت وللأذان في الناس بالحج فبه تم البناء وبدأ النداء وهو ده رأي جمهور العلماء من المفسرين لكن للأمانة العلمية هناك بعض الآراء الأخرى هنقولها دلوقتي فهناك بعض المفسرين الذين ذكروا أن مقام إبراهيم هو الكعبة المشرفة والتي كان يقوم عندها إبراهيم بالعبادة وهناك أيضا بعض المفسرين قالوا أن مقام إبراهيم هو بيت الله الحرام وهناك أيضا بعض المفسرين قالوا أن مقام إبراهيم هو الحج لكن أصح الأقوال هو رأي جمهور العلماء بأن مقام إبراهيم هو حجر مقام إبراهيم وهناك أدلة كثيرة تؤيد هذا الرأي أول دليل عندنا أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف حول البيت سبعة أشواط اتجه إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت وصلى رقعته الطواف وتاني دليل حضرتك لو سألت أي حد من أهل مكة أين مقام إبراهيم سيأتي بك إلى حجر مقام إبراهيم ويقول لك هذا هو مقام إبراهيم ومقام إبراهيم ليس مجرد حجر عادي ولكنه حجر من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يقوتتان من الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب والمقصود بالركن هو الحجر الأسود وأكيد المقام هو مقام إبراهيم واللي احنا بنشوفه من الكبة الزجاجية هو الجزء العلوي من مقام إبراهيم عليه السلام وإحنا دلوقتي إن شاء الله هنشوف مقام إبراهيم دون الكبة الزجاجية والغريب في الأمر أن مقام إبراهيم ليس بثقيل الوزن يستطيع أي رجل أن يرفعه وزي ما حضرتك شايف أن مقام إبراهيم هو مربع الشكل أبعاده تلت أضلاع طولهم 36 سنتي والدلع الرابع طوله 38 سنتي وارتفاع مقام إبراهيم 20 سنتي والواحد ممكن يستغرب من ارتفاعه 20 سنتي كيف قام عليه إبراهيم عليه السلام ببناء بيت الله الحرام وكيف قام إبراهيم عليه السلام بالأذان في الناس بالحج ده يرجع لأن حجر مقام إبراهيم ياقوتة من ياقوت الجنة له خصائص خاصة به وحجر مقام إبراهيم ليس بالحجر الصلد المصمط ولكنه حجر من نوع حجر الماء حجر رخو حجر فيه مسام واشتعر عند المتأخرين من مؤريخ مكة أن حجر مقام إبراهيم تطاول وعلى في السماء فكان الحجر يقصر بإبراهيم عليه السلام ليتناول الحجارة من إسماعيل عليه السلام ثم يطول ليضعه أعلى الجدار شيء عجيب مش كده قال بذلك الإمام المفسر أبو حيان في تفسير المحيط وحنجد كمان أثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه يشد من عدد هذا الخبر قال الصحابي رضي الله عنه أرضاه إن حجر المقام لما صعد عليه إبراهيم الخليل للآذان بالحج تطاول المقام حتى كان كأطول جبل من الجبال فنادى يا أيها الناس أجيبوا ربكم ومن آيات الله البينة على مر الزمان أثر قدمي الرسول الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مقام إبراهيم فالله عز وجل ألان هذا الحجر وأصبح قطين فغاصت قدم إبراهيم عليه السلام ولما رفع قدميه أعاده الله مرة أخرى حجرا حدث ذلك منذ ما يقارب من خمس تلاف سنة وظل مقام إبراهيم مكشوفا في الجاهلية وفي القرون الأولى من عهد الإسلام وكان أثر قدمي إبراهيم عليه السلام واضحا جليا في عهد الصحابة قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه والحكمة الإلهية من بقاء أثر قدمي إبراهيم عليه السلام في مقام إبراهيم هو تذكير الناس به بعد موته وهناك قصيدة مشهورة لعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال فيها وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وكان أشبه قدمين بقدمي النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيجي بقى لهم نقطة يترك أن فين موضع مقام إبراهيم في عهد إبراهيم عليه السلام وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي العصور اللاحقة حصل اختلاف وتضارب أبين وواضح جدا في الموضوع ده لكن أبما نتكلم فيه حنتكلم في حاجة مهمة جدا كلنا نعرف أن الكعبة المكرمة تقع في وادي ويحيط بهذا الوادي من جميع الجهات جبال عالية مرتفعة وأحيانا كان يحدث أمطار شديدة جدا تصل لحد السيول المدمرة وبالطبع لم يكن الحال كما هو الآن الآن موجود فيه أنابيب لتصريف مياه السيول وبالتالي كانت المياه تأتي مندفعة جدا من قمة الجبال إلى الوادي وتدمر في طريقها البيوت والنفوس وكل شيء وكثير مننا ممن لا يعلمون تاريخ الكعبة المكرمة لا يعلمون أن الكعبة تم بنائها حوالي 12 مرة وكان معظم هذه المرات بسبب السيول الضخمة والتي دخلت بقوة إلى المسجد الحرام ودمرت جدران الكعبة المكرمة وكانت هذه السيول أيضا سببا في الطواف سباحة حول الكعبة المكرمة في بعض الأوقات وأنا حترك لحضراتكم تحت بعض المصادر لمن أحب أن يستزيد من هذا الأمر الخول الأول يقول أن المقام ظل في موضعه الحالي في العصور الجاهلية وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حتى حدث سيل عظيم يسمى سيل أم نهشل وسبب تسمية هذا السيل بسيل أم نهشل أن هناك امرأة تسمى أم نهشل أخذها السيل إلى باطن الوادي وهلكت وأخذ معه أيضا حجر مقام إبراهيم وبعد انتهاء السيل أتى أهل مكة بمقام إبراهيم وربطوه بأسطار الكعبة وانتظروا حتى قدم عمر بن الخطاب فزعا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وكان ذلك في شهر رمضان عام 17 هجريا قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه باستشارة الصحابة عن موقع مقام إبراهيم ولم يأخذ الرأي منفردا وبعد تحديد الموقع بدقة عاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إلى موقعه مرة أخرى وقال بهذا القول عروى بن الزبير والإمام مالك والإمام النووية أما بعد الرأي الثاني فقال أن مقام إبراهيم كان لاصقا بالبيت الحرام في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وظل كذلك في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وأيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ثم أخره بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه تيسيرا للطائفين وتسهيلا للمصلين قال بذلك القول ابن كثير في تفسيره والشوكاني وابن حجر والقول الثالث أن مقام إبراهيم كان ملسقا بالبيت حتى تم فتح مكة في عام 8 هجريا ثم أتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنقل مقام إبراهيم إلى موقعه الحالي وقال بذلك القول مجاهد فسبحان من قال للنار كوني لإبراهيم بردا وسلاما وسبحان من جعل الحجر لإبراهيم طينا وألانا جزاكم الله خيرا